بهدوء ودعت الأسواق العالمية عاماً متقلباً من التدولات ليتغلون رمادي على كبريات البرصات الدولية في آخر أيام التعاملات في 2021 لتسجل المؤشرات الرئيسية في وارستريت تدعى ضعيفاً لكنها حصدت مكاسب قوية للعام الثالث على التوالي بدعم من تحفيز مالي ونقدي هائل وطرح اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في الدفعة الأخرى من الأطلسي استقرت تدولات أسهم أوروبا في آخر الحام لينهي مؤشر ستوك ستمائة الأوروبي زيادة بحدود الربحة كما أنهت كافة المؤشرات الفرحية الحام على ارتفاعها في عام شهد صعوداً قياسياً في أسحر السلاح الأولية بداية من الطاقة والمحادن وصولاً إلى المنتجات الزراعية عرفت أسحر النفط أكبر مكسب سنوياً منذ 12 سنة بزيادة قدرها 53 خلال السنة المنتهية في وقت عزز الدولار من مكسبه السنوية بنحو 7% ما أدى إلى تراجع الطلب على الملاذات الآمنة بفقدان الذهب لجاذبيته وبريقه في الأسواق مسجلاً أولاً خفاض له منذ ثلاثة أعوام توضيع هادئ لن يبدد مخاوف المستثمرين في عام جديد صعب اقتصادياً في ظل تفاقم أزمة سلاسل الإمدادات وارتفاع قياسي في محدلات التضخم ما دفع بتسجيل أكبر زيادة في أسعار الغذاء العالمي منذ عشر سنوات اشتركوا في القناة